اشتركوا في القناة وقال الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد حياكم الله أحبتنا الكرام وجعل هذه الرياضة القرآنية المباركة شافعة لنا وشاهدا لنا بين ذي ربنا سبحانه وتعالى وأن يجعلها حجة لنا لا علينا وأن يجعل فيها النفع والأثر لقائلها وسامعها ومن تبلغه بإذن الله عز وجل وحوله وقوته إن ربي على كل شيء قدير أيها الحبة الكرام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أطوار يمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أحوال أو إلى ثلاثة إلى ثلاث مراحل مرحلة ما قبل سن الأربعين ومرحلة من الأربعين إلى الثالثة والخمسين ومن الثالثة والخمسين إلى الثالثة والستين حيث وفاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم سيرة أوسع من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا شك فإن فيه سيرته وسيرة غيره من الأنبياء وسيرة أحوال هذا الكون وهذه الدنيا وأحوال غيبياتها ومشاهداتها لنكون مبالغين إذا قلنا إن من الإهمال بل من عين الإهمال أن يقرأ القرآن دون تمييز بين المكي والمدني الذين يمثلان المرحلتين الأخيرتين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بل لا نكون مبالغين أيضا إذا قلنا إن عدم فهم طبيعة كلا القرآنين وكلاء الخطابين والبحث عن مقاصد كل من النوعين أبعد الكثير من الناس عن الانتفاع بهذا الكتاب وأفقدهم جانبا غير قليل من الانتفاع ببركتي وآثار هذا القرآن العظيم لا أتصور كيف يمكن أن يدخل الإنسان إلى القرآن غير فاهم من طبيعته يدخل هكذا على علاته لا يميز بين المكي والمدني بل لا يعرف أصلا ما هو المكي ولا ما هو المدني أو معرفته قاصرة فيظن أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة العلماء على اتفاق أو شبه اتفاق أن الأصوب من الأقوال في الحد بين المكي والمدني هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يقسمون حياته النبوية بذلك الموعد وبذلك الفاصل يقسمونها إلى قسم مكي أو عهد مكي وعهد مدني في هذا العهد المكي قرآن وفي هذا العهد المدني قرآن نحن الآن بصدد الطور الثاني من أطوال حياته صلى الله عليه وسلم لعلنا في سابق تعرضنا لطور الأربعين الأولى وكيف أعده الله للمهمة خلالها وفتحنا الباب لحضراتكم لتكون دراستكم لها أوسع الآن نحن في الطور الثاني نحن في طور مكة المكرمة في العهد المكي نحن بصدد عهد يغلب عليه التكذيب والاضطهاد والعناد والمطاردة يغلب عليه الضعف والتنكيل والتعذيب لأتباع هذا النبي يغلب عليه الخوف من المشركين يغلب عليه في خطواته الأولى الإصرار بهذه الدعوة يغلب عليه عبادة الأصنام يغلب عليه جهل عقدي شديد يغلب عليه غيبة تامة عن كل عقل ورشد إذ يسجد الإنسان لصنم ويركع عند تمثال من العجوة يمكن أن يأكله إذا جاع ثم يعيد إنتاج مثله ويسجد له من قابل فكان المناسب لهذه المرحلة خطاب من نوع خاص وقرآن بهيئة معينة يلائم تلك الطبيعة ويناسب هذه المرحلة بكافة جوانبها فكان القرآن المكي كان الخطاب المكي الذي قضيته الأولى وقضيته الكبرى هي قضية الاعتقاد قضية العقيدة إنه يخاطب هذا الإنسان من أنت؟ ولماذا أنت في هذه الحياة؟ وما غايتك منها؟ وما ترجو من ورائها؟ هذا القرآن المكي لم يتجاوز أبدا هذه المسألة وهذه القضية الأساسية إلى شيء سواه إنما سخر القرآن المكي كل خطابه وكل أسلوبه خدمة لهذه القضية قضية العبودية قضية العقيدة ثم قضية العبودية تأتي في العهد المدني قضية العقيدة قضية الاعتقاد دخل إليها القرآن من كل باب وسلك إليها كل مسلك في موضوعاته في خطابه في ألفاظه في أسلوبه في أسلوبه القوي في آياته القصار شديدة الجرس قوية الجرس الآيات الرادعة الآيات التي تحمل ألوانا شتى من قصص السابقين وكأنها توجه رسالة إلى قارئ هذا القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم رأسا مرورا بأصحابه الكرام والمعاندين من أعدائه آنذاك حتى يومنا هذا توجه مشاعرنا وقلوبنا نحو شركاء العقيدة وأصحاب نفس الطريق ورفقاء نفس الدرب ممن سبقنا من أنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن من تبعهم بإحسان واتبعهم على طريقهم إنها تحكي قصص القرآن الكريم وتهتم بموضوعات هذا القصص الكريم في بيان ووضوح لذات العقيدة الواحدة وإضاح لها أرسلنا نوحا إلى قومه أن أعبدوا الله قال يا قوم أعبدوا الله هود أعبدوا الله صالح أعبدوا الله شعيب أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قضية واحدة قضية مشتركة لأن أعداء هذه القضية وخصوم هذا الطريق كأنهم تواصوا بعداء هذا الطريق كما قال الله أتواصل به القرآن المكي الذي راح يثبت أركان العقيدة عن طريق الحديث عن الآيات الكونية يكثر فيه الحديث عن الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والكواكب والبحار والأفلاك ليثير في نفس الإنسان هذه القدرة العظيمة أي خالق هذا إنه الله العظيم الذي هذا القرآن العظيم وهذا النبأ العظيم كلامه سبحانه وتعالى جاء القرآن المكي مهتما بقضايا رئيسه فموضوعاته الرئيسة واهتماماته الكبرى قضية الألوهية قضية النبوة والرسالة قضية الدار الآخرة جاء خادما مهتما بهذه القضايا الثلاث قضية الألوهية من هو الله ما هي صفاته ما أحواله في هذا الكون أنا أريد إليك أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل وتفتح سورة من السور المكية وتحاول التفتيش فيها عن جوانب العظمة والقدرة الإلهية خلق الله سبحانه وتعالى وأحواله وطلاقة يده وقدرته في هذا الكون ماذا سيثيره ذلك في نفسك أنت تقرأ القرآن عما كنت تقرأ قبل أنت تبحث في القرآن المكي عن النبوة وحديث القرآن عن موقف المشركين والناس من هذا الوحي ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم لم تكن قضية رسالة النبي صلى الله سلم وحده بل قضية رسالة كل الأنبياء من قبله ويربط القرآن المكي بين تلك الرسائل كلها وهو يقول للنبي صلى الله سلم وهؤلاء كذب أصحاب الحجر المرسلين وإنهم لم يكذبوا إلا نبيا واحدا وكذا كل الأنبياء قضية الدار الآخرة تخويف منه سبحانه وتعالى للناس وتبصير لهم بما هم مقبلون عليه وأن الدنيا إلى زوال وتعليمهم ذلك في بيئة كان العقل فيها يقضي على الناس بأنه لا حياة آخرة ولا بعثة بعد الممات إنهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا الرسالة الأخيرة في هذه الحلقة من وراء دراسة القرآن المكي ومطلعة أحواله ومعرفة طبيعته أنه يوجه رسالة معجزة وقوية وقاصمة لظهور الكافرين والمعاندين وهو يسوق لهم أحوال السابقين من الأمم المكذبة والغابرة ويقول لهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر كم في تلك القصص وفي تلك الآيات وفي قصص الأنبياء السابقين من تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن إعجاز وتعجيز لهؤلاء الكافرين والمعاندين وكم فيها لنا نحن المسلمين من بصائر وبشائر وأنوار مباركات عسانا إذا قرأنا القرآن بهذا المفهوم وبهذا النظر أن يحيينا مرة أخرى وأن يحيى في قلوبنا الحياة اللائقة به أسأل الله الكريم لي ولكم الهداية والتوفيق قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله تعالى خيرا اشتركوا في القناة